جون الاجيه كان مقرأي من نادي الزمالك؟ لا 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 تلقا جون الاجيه كان مقرأي من الاسماعيلي والمهندس يحي ياكومي احنا في يناير الفترة التنسية وهي اللي فاتت بالفعل يعني الراجل كان حريص وحضرت مفادات مباشرة بينه وبينه وصلنا لدرجة ان الراجل فعلا بعت عقد في هالارقام وكده وكان عقد الرقم كويس يعني حتى هو اكبر من الرقم اللي نتعاق به مع اسموحة واختلفنا في مدة عقد في امور بسيطة كده وكان دقيق الوقت ما يسمعش ان ايه المهندس يحي ياكوميس يعني تعرف انت في اخر فترة انت قلش تول وكان باقي يومين ثلاثة فكان الراجل ديوق يعني لا يلام ان هو عمل اللي عليه بصراحة وتم ارسال عقد مش عرض يعني مش بقولك عرض واخد لا ده عقد راسم اللي هو خلاص اللاعب يوقع وكان رقم محترم جدا يعني باقي راح شموحة لأ بعد كده راح ليبيا ومن ليبيا بقى حسب مفاضاتنا معنا دي اسموحة لفترة الشهرين اللي فاتوا ديوقات بارة من الشهرين بدأت مع الاستاذ عامل وراجل المحترفين راجل محترم جدا يعني وتمت الحمد لله تكالير بنجاح ومضى اللاعب بعد مدى ثلاث سجنية طيب